بسم القاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بقالنا فترة ماشيين في خط روحي اسمحولي ان الفترة الجاية يمكن نبتدي نتكلم في بعض المواضيع الحياتية النفسية يعني لان انا حاسس ان دور الكنيسة انها هتتكلم في كل المجالات لان وقات الكلام اللي بيجي لنا من برة بيبقى كلام مش وحش لكن دايما مش ممسوح بمسحة الروح القدس علشان ما طولش عليكم هتكلم معاكم النهاردة عن حاجة اسمها مواجهة المشاكل يعني ايه مشكلة وازاي نواجهها بس انا عشان ما طولش هقولكم الاول معلومة صغيرة في قاعدة كده اسمها حتمية حتمية حصول المشاكل يعني حتمية حصول المشاكل يعني لازم المشاكل هتحصل لازم المشاكل هتحصل ولو المشاكل ما حصلتش تبقى فيه مشكلة الطبيعي ان في مشاكل مشاكل قبلتنا في طفولتنا ومشاكل قبلتنا لما دخلنا المدرسة ومشاكل قبلتنا لما طلعنا المراهقة ومشاكل لما بتدينا ننضج ومشاكل قبلتنا في الشغل اللي اشتغلناها ومشاكل قبلتنا في الحياة بعد مرتبطنا ومشاكل قبلتنا مشاكل قبلتنا مشاكل قبلتنا والمشاكل دي حجمها من حاجة من واحد لألف يعني كل مشكلة لها حجمها وممكن المشكلة اللي بالنسبة لك كبيرة تكون بالنسبة لي أنا مشكلة بسيطة والمشكلة اللي أنا شايفها كبيرة بالنسبة لي تكون أنت بالنسبة لك مشكلة بسيطة علشان كده عاوزين نتكلم إزاي بقى نواجه المشاكل مدام المشاكل هتيجي هتيجي ده أنا عايز أقول لكم حاجة ده بعض الناس الحالمين يعتقدوا أن الكنيسة مجتمع بلا مشاكل اللي شايف كده يبقى غلطان وواهم أو شخصية رومانسية ما عندهاش علاقة بالواقع اللي عايشينه مين قال أن الكنيسة مجتمع بلا مشاكل لا الحقيقة إذا وجد البشر ووجد التفاعل الإنساني لازم هتبقى فيه مشاكل مشاكل من كل نوع حتى بلاش مشاكل بين الناس وبين بعضها إحنا ككنيسة ممكن تقابلنا مشكلة في إصدار ترخيص بناء كنيسة إحنا ممكن كنيسة تقابلها مشكلة أن إحنا عندنا مشكلة في التعامل مع بعض الجهات الحكومية ممكن ممكن الحاجة تكون لها نقابلها طيب يبقى فيه مشاكل آه طبعا فيه مشاكل والإنسان لازم يعني يكون عنده الإيمان بأن هتحصل مشاكل مش عشان يبقى ماشي عنده سجس كده ومرعوب جنب الحيطة وبس هي المشكلة جاية إمتى؟ هي المشكلة فين؟ إمتى هتمطر علينا مشاكل؟ لا أنا ما قلتش كده ما قلتش أن الإنسان يبقى ماشي متسجس أو خايف من المشاكل بس أنا بكقول بواقعيا لازم هيكون فيه مشاكل حتى التربية فيها مشاكل كل حاجة في الدنيا فيها مشاكل اللي بيتجوز بيفتكر في أوقات كتيرة قوي إن الجواز ده نهاية المشاكل بعد شهر بيكتشف إن الجواز ده بداية المشاكل وهي دي الحياة وهي دي الطبيعة ولازم ديكون وقعيين وإلا إحنا مش هنبقى مدركين اللي بيحصل حوالينا تعالوا بقى نتكلم على كيف نواجه المشاكل طبعا ممكن الموضوع ده تسمعوا من واحد بتاع تنمية مش عارف يقولوا عليها تنمية بشرية والواحد يقول عليه كوتش مش عارف فيه في حاجات كده طلعت مؤخرا ما تنسوش إن إحنا كنيسة وإن أنا أب كاهن فلما بتكلم إزاي نواجه المشاكل هتكلم بصورة مسيحية في المقام الأول إيه أهم وأقوى سلاح المفروض أقابل بيه المشاكل أهم حاجة أقابل بيها المشاكل حاجة اسمها الإيمان الإيمان يعني إيه؟ يعني الإيمان إن ربنا موجود دي بتديني كده شوية هدوء بتديني كده إن أنا حاسس إنه واقف على أرض مش واقف على جلي أو مش واقف على مية لا ربنا موجود ربنا ده ضابط الكل فوق ده الآية بتقول فوق العالي عالي والأعلى فوقهما أو يعني فوق الكل ربنا موجود يا جماعة وربنا قوي وربنا مدبر ربنا قدر يشيل شعبه أربعين سنة لا بيزرع ولا بيقلع ولا بيطحن يبعث له كل يوم الأكل بتاعه مفيش مشكلة تأصى على ربنا فأنا عندي إيمان إن ربنا موجود عارفين زي إيه؟ زي واحدة بتحب أبوها قوي لأن أبوها ده شخصية قوية بياخد قرارات وله مركز وسلطان فلما بتحصل مشكلة بتقول آه بس لو كان بابا موجود يمكن المشكلة ما كانتش تتحل بس إحساسها إن بابا موجود قدها نعم الطمأنينة ونعم الهدوء أهو إحنا في علاقتنا مع ربنا كده لو إحنا عندنا إيمان إن ربنا موجود المشكلة بتاخد حجمها ما بتاخدش أكبر من حجمها ما ربنا شايف وقد يكون ربنا سامح ومين قال إن ربنا هيخزلنا ومين قال إن هو هيختفي في المشكلة أو ما عندوش حل ليها ده ممكن تكون المشكلة دي بتدبير إلهي زي ما عرف عشان أتعلم قبل كده فإذا كنت أثق إن ربنا موجود وعنده تدبير يفوق العقول وإن ربنا محب البشر وإن كل الأشياء تعمل مع للخير لذين هم يحبون الله وإن كنت زي ما بيقول داود النبي كنت عيل صغير وكبرته بقيت شيخه دقني بيضت وعمري ما شفت بيت من البيوت ربنا تخلى عنه ولا حد من ولاد ربنا احتاج للقمة وما لقاهاش الفكرة فكرة إيمان أوعوا تفتكروا إن حياة البابا كيرولوس لما كان بابا وبطرق كانت بلا مشاكل كانت مليانة مشاكل كان اللقباط بيشوشروا عليه في كل لحظة بس اللي سند البابا كيرولوس إيه؟ الإيمان أوعوا تفتكروا إن البابا شنودة ما كانتش حياته سهلة دا البابا شنودة اتحط في معتقل إجباري لمدة أربع سنين ولا ثلاث سنين وكسور اتحط في المعتقل دا آه نتيجة قرار مش لطيف وقرار ظالم أوعوا تفتكروا ما كانش عنده مشكلة مع الدولة كان عنده مشاكل مع الدولة بس في كل دا كان بينتصر بالإيمان الإيمان يا جماعة هو المفتاح الأول إن الإنسان يواجه المشكلة مش مش هي إحنا كلنا تعطى الضعف البشر مع المشكلة الكبيرة الواحد ممكن يتهز يعني إيه؟ ممكن حد يعمل لي محضر زور لسه أنا في مشكلة واحد عنده أزمة ربه فواقف في محكمة جنب الشباكة لأنه هو ما يقدرش يحط الكمامة فيماسك الكمامة في إيده يحطها دقيقة وما يحطاش دقيقة واحد معده رح شاخط فيه فبيقول له أنت مش لابس كمامة ليه؟ فرح قال له أنا الحقيقة عندي أزمة ربه ولازم أجون جنب الشباك وجاي مع أخوي أو أختي في قضية كشاهد حاجة كده يعني عارفين عمله إيه؟ عمله محضر وعمله قضية أنه بيسب هيئة المحكمة مشكلة من لا شيء مشكلة الظلم من لا شيء أيها إحساسي أن ربنا موجود بيخليني أكثر ثقة وأكثر تماسك يمكن المشكلة ما تحلتش لكن ربنا موجود دي بتديني أنا زي ما قلت لكم أني أنا واقف على أرض صلبة مش واقف على مية ولا على جلي بيتهز تحت رجليه يبقى الإنسان المسيحي حياته فيها مشاكل زي أي حد التاني إحنا مش ربنا بيطبطب علينا من غير مشاكل لا إحنا بنتعرض لكل ظروف الحياة اللي بيتعرض لها كل الناس لكن الفرق إن لو عندي إيمان المشكلة بيبقى لها تقل وبرى الإيمان المشكلة بيبقى لها تصريف تاني خالص فالإيمان هيديني الهدوء والثقة في التدبير الإلهي فهكون متماسك أكتر من أي حد غيري طيب الإيمان هو أول حاجة قابل بيطب المشكلة تاني حاجة إيه بقى حاجة اسمها اللجوء اللجوء يعني إيه اللجوء إنت دلوقتي عرفت إن ربنا في إيده كل حاجة وإن ربنا بيحبني وإنه ضابط الكل ومفيش شيء يعصى على الله وربنا أعلى من أي حاجة في الدنيا طيب إذا كان ربنا بالشكل ده بقى ليه وقت المشكلة مروحش أتكلم معاه إحنا عندنا مشكلة أكبر من أي مشكلة بتقابلنا عارفين إيه؟ إن لما المشكلة بتجيلي ببقى محتاج حد فطفض معاه وممكن الإنسان اللقصادي بدل ما يفرحني يكئبني أكتر يعني صوروا أنا بشكل المشكلة يقوللي على فكرة اللي إنت فيه ده لسه مبتدأ الأوجاع لسه اللي جاي أكتر إنت ما شبتش حاجة فبدل ما يمسك إيدي ويقفني على الرجلية يغرقني ويفطصني في الطين فأوقات الناس ما بيقاش عندها حلول وأوقات الناس ما بتعرفش تقدم الرجاء ولا تقدم الثقة في ربنا وفي موعيده وحلوله علشان كده الوقفة قدام ربنا بتحل فاكرين قصة سنحريب وملك سنحريب قائد أشور وحزاقية الملك إيه اللي حصل إن حزاقية الملك وقف قدام ربنا وقال له يا رب إحنا ليس لنا قال للربنا حاجة تاني قال له قادي سنحريب قاعد يعيرنا ودي الجواب اللي كله اشتيمة ورح لأشعية أشعية قال له تطمن أنت صلاتك وصلت لربنا روح أنت نام وملكش دعوة أيوة طيب هعمل إيه قال له روح أنت ونام ويقوم الصبح يلاقي إن ملاك ربنا نزل وقتل 185 ألف من جنود سنحريب واتهزم سنحريب العظيم ملاك واحد نزل 185 ألف ده لو كان عنده دبابات وطيارات ما كانش يقدر يقتل في ليلة واحدة 185 ألف اللي ربنا عملوا في ليلة واحدة نفس القصة بتحصل مع ياهوشفات برضو لما اتحاصر وبصر ربنا كده وقال له عندي ثلاث شعوب يحربوني وأنا مش قدهم ومش عارف أعمل إيه ولكن نحوك أعين ربنا يقول له خش نامي انت مالكش دعو يبعتلو كاهن كده أقول له أهم حاجة بكرة بس اتجهز الكاهنة واللوين عشان يطلعوا كده يعملوا زفة زفة تيرنا بحرب ودولا محاصرين يقوموا من يوم يلاقي الثلاث شعوب اللي محاصرين تحصل بينهم فتنة والثلاثة قدتلوا بعض ويفضلوا شعب بني إسرائيل يروح لمدة ثلاثة أيام يجيب السبايا يعني اللي سبوه ايه ده معقولة ده آه علشان كده لما تلجأ لربنا هترتاح اللي عمل كده مين كمان البابا شنودة ويا ما حكيت لكم الحكاية دي ان مرة في لقاء مع قدست قلت له لما المشاكل بتكون كتيرة ازاي قدستك بتعرف تتحك قال لي أنا بعمل حاجة اروح الدير وعود ثلاثة أيام واتكلم مع ربنا وبعد مرمي المشكلة في حجر ربنا ارجع واقوله المشكلة بقت مشكلتك مش مشكلتي أنا ولاقي ان المشكلة ما بقتش موجودة وقال لي كلمة دايما بقولها لكم قال يا بونا في نوعين من الناس نوع يحط ربنا بينه وبين المشكلة فما يشوفش المشكلة ونوع تاني يحط المشكلة بينه وبين ربنا فما يشوفش ربنا كلنا كده بنكبر المشكلة لان ما دخلناش فيها ربنا انا عايز اعترف لكم اعتراف كده مش هنكسف ان اقوله في مرة من مرات كانت عندي مشكلة في الخدمة يعني يظهر كنت متماسك من بره ومش باين علي بس يظهر من جوه انا في حاجة دايقتني او اتربت اكبر دليل على كده ان انا كنت نايم متأخر وبعدين الساعة ثلاثة صباحا قمت من نوم منزعج بسبب الموضوع ده قمت اشرب كوباية لبن قلت اشرب كوباية لبن يمكن انام ما نمتش تا دي مش عارفش سموها افرق والله احرق المهم يعني خلاصة الكلام ما كنتش نايم وبعدين جالي صوت جوايا كده هي المشكلة دي تعباك اه تم اتكلم ربنا فيها صدقوني انا وقفت اتكلم مع ربنا مش فاكل لمدة خمس دقايق سبعة دقايق ما طولتش قوي يعني وقلت له مش انت عندك التدابير وانت عندك الحلول طب انا حط المشكلة دي تحت رجليك وانت تتصرف عارفين بعد الصلاة ايه اللي حصل هديت بشكل ونمت زي طفل سلم المشكلة لابوه لانه لما لجأت لله حسيت بالسلام الداخلي علشان كده حاجة مهمة قوي انك انت وانت في المشكلة بدل ما تشيلها على كتفك ما تديها لابوك عارفين انا اللي بتخيل نفسي عامل زي ايه عيل صغير عنده تلات سنين شايل بطيخة تلاتة كيلو مش اقول حاجة كبيرة قوي وابوه جنبه الواتق قاعد يتكابل ويقع ويشيل البطيخ ويتكابل ويقع ويشيل البطيخ البطيخة ما بتخفش وديه هي اللي بتتعب والتقل بيزيد على قديه بسيطة قوي بابا شيل دي حاضر هشيلها خش انت لعب بقى شوي خلصت الموضوع يبقى اول حاجة الايمان والتاني حاجة هو انك تلجأ لله تلاتة حاجة هنتكلم عنها بعد ان انا يكون عندي ايمان وان انا ألجأ لله حاجة اسمها المساندة بالانجليزي بيسموها support محدش فينا ما بيحتاجش حد في بعض الاحيان بس بعد ما يكون ايه عندي ايمان وقفت مع ربنا ربنا لما بعت التلاميذ بعتهم اتنين اتنين طب ليه ما بدل ما نروح اتنشر ما بدل ما نروح ست وقرة اتنين اتنين ما احنا لو توزعنا كل واحد في قرية هيبقى اتنشر قرية بنخدمها لا ربنا ليه وجد نظر تاني ان واحد فينا ممكن يتعب التاني هيسنده علشان كده مهم قوي انك تكون عارف كويس انك انت لازم تكون مسنود بحد تاني ومن ميزة كنستنا ان احنا عندنا حاجة اسمها خدام عندنا حاجة اسمها مرشدين عندنا حاجة اسمها ابا اعتراف عندنا حاجة اسمها مشوق عندنا كل حاجة فانت محتاج هذه المساندة اه طبعا في ناس كتيرة اوي المشاكل بتكبر فوق دمخها لمجرد انها عندها كبرياء او كرامتها ان ازاي احكي لابونا عالمشكلة دي ده يستدفهني اوي يا سيدي بدل ما تخليها تكبر جواك ما تحكيها يا اخي ويمكن ابونا بكلمة واحدة حتى لو ما حلهاش يديك شوات قوة كده ومعونة من عند ربنا المعونة التانية او المساندة التانية من القديسين احنا كنستنا تؤمن بالشفاعة وتؤمن ان الملائكة تعمل في حياتنا وان القديسين يصلوا من اجلنا وده كان اسلوب القديس البابا كيرولوس اللي كان يوزع المشاكل اليومية على القديسين فاقول مشكلة دي الماريمينة والمشكلة دي الماري جيرجس والمشكلة دي الأبو سيفين والمشكلة دي الأمنا دولاجي قاعد يوزع طول النهار شغلته كده عامل زي كاتب الحسابات اللي قاعد يوزع الملفات على الموظفين اللي عنده فده احنا نتعلم حاجة مهمة قوي ان احنا ممكن نشرك الملائكة معانا ونقوله بقى ملك مخايل بقى ملك جبراقيل يا ملك سوريال اي حد يا ملك رفاقيل يبقى انا ممكن جدا اشرك الملائكة معايا اه ممكن اشرك الملائكة معايا نمرأ اتنين هل ممكن استعين بصديق روحي اه طبعا ممكن لان المسندة دي نصها سماوي ونصها ارضي اوقات بنحتاج حد ربنا بيكون مدبر وبعته لنا انا قلت كم نقطة واحد الايمان اتنين اللجوء بالصلاة تلاتة المسندة اربعة الواقعية يعني ايه الواقعية فيه شخصيات حالمة رومانسية بحس انها مش عايشة معانا على الارد زي ما قلتلكم ان في بعض الناس تقول معقولة تبقى فيه مشاكل بين الخدام جوه الكنيسة الحقيقة اه كان فيه مشاكل بين القديس بولس و القديس بوترس مرة بسبب الاكل مع اليهود والامم ومرة تانية كانت فيه مشكلة ما بين القديس بولس و مرقص برنابة بسبب القديس مرقص الرسول يعني المشكلة بين برنابة وبين بولس بسبب مرقص بتحصل بتحصل آه في مشاكل ممكن تحصل في الخدمة في مشكلة حصلت بين لوت وبين إبرقام واعتزل بعض المحبة فضلت موجودة بدليل أن إبراهيم أبو الأباء راح وأنقذ لوت بعد كده من الحرب اللي وقعت على سادة معمورة ولكن ممكن تحصل مشاكل فلازم يكون عندنا وقعية والوقعية دي فيها أكتر بالنقطة النقطة الأولينية أن المشاكل هتحصل هتحصل زي ما قلت في المقدمة طيب النقطة التانية إيه أن في مشاكل لازم منسكتش عليها وتتحل بسرعة عشان ما تجبرش وفي مشاكل تاني لازم يتأجل حلها لأن لو تدخلنا دلوقتي والأعصاب ملتهبة المشكلة تجبر وفي مشاكل مش هتتحل ولابد أن نقبل أنها مشكلة مش هتتحل أديكم أمثلة يعني إيه في مشكلة لازم تتحل بسرعة يعني مثلا أنا غلطت في إنسان والإنسان ده قرر ياخد إجراء أنا ممكن أروح واعتذر له واعتذر له اعتذار متضع عشان أهدي ناره بدل ما يروح يعمل محضر أو يعمل مشكلة مثلا يعني أنا بدي أمثلة فممكن جدا والشرارة في أولها قدلق عليها مية تتحل المشكلة وفي مشكلة تانية بيبقى لقدامي دلوقتي في حالة من حالات الغضب لو أنت روحت تعتذر له غضبه يزيد وممكن يغلط أكتر ده ممكن يحدفني بحاجة في أوقات كتير قوي في المشاكل الزوجية تتصل بيها زوجة تقول لي أبونا أنا كلمتك في الموضوع ده من أربعة أيام وسمحني أنا معثرة قدسك ما عملتش حاجة لغاية دلوقتي أنا مش عايز أقول لها إن النحية التانية دلوقتي في حالة من حالات الشياط ولن يقبلوا كلام ولو أنا كلمتهم هيحسوا إنكوا أنتوا اشتكيتوا ولو اشتكيتوا المشكلة هتكبر أكبر أنا مستني وبخلي ناس تكلمهم عشان هم اللي يكلموني فيبقى رأيي ليه إيمة مش أنا اللي بشحتهم هم اللي جايين للكنيسة يا بنتي فيه فكرة لا يا بونا سمحني أنا متضايق قوي من أسلوب قدسك السلبي قال أنت حر يا بنتي بس أنا شايف الحكمة إنك أنت ما تزقنيش إن أنا أعمل حاجة دلوقتي ده في أوقات حتى بتبقى فيه نصيحة بقول للزوجة كده زوجك من نوع اللي بياخد وقت أرجوك لو متضايق لو هو متضايق ما تزنيش إنه لازم نتصلح دلوقتي أوقات الستات كده عشان بيبقوا عاطفين شوية عاوزين مشكلة تحلل دلوقتي عاوزين مشكلة توقعوا تكلمني توقعوا انت هسيبني أنام دمي محروق يا بنتي يا بنتي مش طبيعته كده لو اتكلم دلوقتي هيغلط أكتر فلازم يكون عندنا واقعية إن المشاكل هتحصل هتحصل والمشاكل أنواع فيه مشكلة لازم تتحلل دلوقتي ودي عايزة خبرة بقى في الحياة وفيه مشكلة لازم تتأجل وفيه مشكلة الحقيقة ملهاش حل زي إيه زي جالي مرض مثلا والمرض ده أنا بطلب إن أخف وما خفتش أحاول ألاقي بدائل لكن المشكلة مش هتتحل بالصورة اللي أنا عاوزها تتحل بيه ساعتها لازم أقبل لإن لو ما قبلتش أنا كل يوم بعزب نفسي لإن في دماغي السيناريو معين وصورة معينة للحل عاوز أفردها على ربنا غير لربنا ممكن يكون عاوزها علشاني يبقى زي نواجه المشاكل واحد الإيمان اتنين اللجوء تلاتة المساندة أربعة الواقعية خمسة ودي آخر نقطة حاجة اسمها الاستفادة يعني إيه الاستفادة في مرة واحد قال لي كده حاجة إنسان حكيم يعني إنسان كبير يمكن مش كان ويمكن مش خادم لكن هو إنسان كان في حكمة قال لي إيه مفيش مشكلة وقعت فيها وما تعلمتش منها مفيش مشكلة وقعت فيها وما تعلمتش منها يعني كان عاوز يقول إيه يقول إن زي ما في مدرسة والمدرسة بتبقى في السنة الدراسية في مواد مختلفة يعني بناخد تاريخ بناخد جغرافيا بناخد حساب بناخد علوم مواد مختلفة في مادة أساسية بتعلم الإنسان وتكبره وتنضجه في الحياة المادة دي اسمها المشاكل المشاكل دي اتعلمت منها كتير أول حاجة اتعلمت بيها وعرفت بيها أنا حدودي النفسية شكل إيه في مثل عند أهل العالم يقولك اللي على البر عوام يعني اللي على البر عوام أنا فاكر نفسي إن أنا في سلام كده ومدرسة ما عنديش مشكلة كل اللي عنده مشكلة يقوله أنت بتتهزي ليه أنت بتتوتر ليه أنت بتحزن ليه لا 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 فيش كده لكن لما المشكلة حصلت لي أنا تهزيت فحسيت بضعفي المشكلة لما حسيت عدت منها وخلصتها شفت إيد ربنا وتدبيره إزاي حلها المشكلة لما حصلت لي ابتديت أحس بالناس التانية اللي بتحصلها مشاكل وكنت بترهق عليها فأنا عرفت نفسي وشفت ربنا في المشكلة اللي عزاني وقواني وابتديت أحس بمشاكل الناس ما بقيتش قاعد كده في قوضة من إزاز بعيد عن المشاكل المشاكل يا جماعة زي دور البرد أحكي لكم حكاية بس قدينا فتكرتها دلوقتي أنتوا عارفين لما في دور الوانزة اللي بيحصل كده دور الوانزة العادي مشو كورونا يعني الوانزة العادي لما كان بيجي للناس كده يقولك أنا عندي دور برد أقولك عم الدور داير ما نجعش بك أنت بتشكل من إيه عم؟ هو بس شوية تكون حكا كده هو تطلع يعني دور برد دا طول عمره دور برد لغاية لما أنا في سنة من السنين كده أعتقد من 7-8 سنين جالي دور برد لدرجة أنه وأنا بكلم الناس وقعت يعني من كتر الإجهاد والتعب وتملك البيرك من أنا وقعت ونمت 8 ساعات متصلة وقمت كأن في قطر ماشي على جسمي يعني من كتر الألم فبسأل بقوله ما أنا عندي إيه؟ قالولي دور برد قلت ياه دور برد بالقصوة دي دور برد بالشدة دي فلما واحد بعد كده قولي يا ابونا عندي دور برد ما بقيتش استهتر أوي زي الأول ما بقولهش لا هيعدي بقوله لا خلي بالك لح سنقلب معك بحاجة قوية حبيبي خلي بالك ما جراش حاجة لما ترتاح يومين وبعد كده ترجع تمارس نشاطك فالإنسان لما بيخش في مشكلة أو بيخش في تجربة بيحس بالناس أكتر المشكلة اللي ملهاش حل اتعلمت منها يعني إيه كلمة صبر وتعلمت يعني إيه كلمة طول أنا وتعلمت يعني إيه كلمة احتمال المشكلة بعد ما كنت هايج في أخي قولها وكان فيه قضايا ومحاضر اتعلمت الهدوء وتعلمت إنه لما بحاول أعالج المشكلة بالشر الشر بيزيد أكتر المشاكل مدرسة في الحياة زي ما قلت لكم إن هذا الإنسان الحكيم قال لي مفيش مشكلة عدت علي ما تعلمتش منها فالمشكلة مادة إجبارية في المنهج بتاع الحياة بس الميزة إنه عندنا مدرش شاطر قوي اسمه ربنا وعندنا معيد شاطر قوي اسمه الكنيسة وعندنا ساببورت وعندنا قدسين شغالة معانا وعندنا ناس عندهم خبرة في الحياة لكن إنت مطلوب منك اللي إحنا قلناه من الأول نمر واحد الإيمان اتنين اللجوء بالصلاة تلاتة المسندة ودي حاجة ما تقللش من قيمتك ولا من قرامتك أربعة الواقعية خمسة إنك بتجبر وبتستفيد من كل حاجة مرت بها في حياتك ربنا يدينا نعمة فوق نعمة ونتقابل الإسبوع الجاي على خير لإلحنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد أمين